مجوهرات النجوم تضيء سماء مهرجان البحر الأحمر السينماء الدولي في دورته الثالثة وكانت الإطلالات اللافتة هي من توقيع دار مجوهرات شوبارد السويسرية حيث أطلت الممثلة التركية مريم أوزرلي بإسوارة يد كبيرة الحجم وخاتم مرصع بأحجار الألماس من دار مجوهرات شوبارد السويسرية كما أطلت الممثلة المصرية أمينة خليل بإطلالة أنيقة بفستان أسود من تصميم المسمم اللبناني توني ويرد وأضافت لهم خاتم وأقراط أذن مرصع بالألماس من دار مجوهرات شوبارد ياسمين صبري خطفت الأنظار كالعادة بفستان أسود مع تسريحة شعر بسيطة وأضافت أقراط الأذن باللون الأحمر والألماس من دار شوبارد مع ساعة يد فخمة مرصع بالألماس وسوار جلدي وعلى هامش المهرجان أطلت الممثلة اللبنانية ندين جيم في احتفالية عشاء تحتفي بمساهمة النساء في السينما عيث أطلت ندين بفستان ومجوهرات لافتة